لو أنا إنسانة تعرضت لتعنيف أو تحرش في الطفولة وعلى فكرة دراسات تقول إلى نسبة 90% هم من أشخاص مقربين يحصل أنا لما أكبر كيف حنظر لنفسي؟ حان لا أنظر لأن النساني عندي قيمة ولا أنظر لأنني سنة أصلا ما أستحق فبكرة تخيل للإنسان مثلا لو حصل له هذا التحرش من عمر خمسة سنوات وفي حين هو بيجين عمره 18 سنة وما أعالج هذه الصدمة فكمية الآثار والأضرار مرة تصير عالية فلما يجيني يجي هذا الإنسان مدمر أصدقاء مربع رائعين السلام عليكم أنا حاتم النجار وهذا مربع من ثماني الصحة النفسية الموضوع الكبير المؤثر في حياتنا اللي مهما سمعنا وقرأنا عنه ما يكفي في هذه اللقاء تكلمنا عن جانب محدد في عالم الصحة النفسية جانب خفي لكن مؤثر ومهم جدا الصدمات النفسية أحداث تصيبنا في الطفولة أو على كبر تؤثر على حياتنا إلى الأبد جروح عميقة في النفس نتجاوزها وننشغل في حياتنا اليومية وتبقى هي تنزف وتنزف في دواخلنا وتظهر بأشكال مختلفة وغير متوقع كلمنا مع ضيفتنا المعالجة النفسية سلمة المفتي المهتمة في جانب الصدمات النفسية والممارسة للعجل النفسي منذ أكثر من عشر سنوات عن الصدمات النفسية كيف نشوفها وكيف نتعامل معها عن كيف يتعامل المختص مع هذه الجروح العميقة كيف يكتشفها يصل لها ينظفها لنعود بعدها أكثر تزان وصحة سواء نحن أو الناس اللي في محيطنا عن العلاقات وكيف تتأثر أيضا عن مد احتياجنا الحقيقي للمعالج النفسي ومتى يكون العلاج الذاتي كافي حديث عن هذا الموضوع صعب وثقيل على النفس لكن أسلوب ضيفتنا وشغفها تجاه الموضوع خفف من ثقلة وجعل اللقاء أجمل تمنى أن يعجبكم على اللقاء استمتعوا يا رفاق هل صحيح أنك تقفلي دوامك ساعة اثنين عشان ترجعي لبناتك؟ وش سبب؟ طيب هو يعني أنا بشكل عام في قيم أمر أحب أحافظ عليها طيب قيمة الأسرة عندي مرة مهمة وداما عندي فكرة أنه جزء من وظيفتي أني أهتم في الناس وأسعى على هذا الشيء بطريقة مرة واضحة وصحية فأنا كيف مثلاً أساعد الناس ولما يجي الشيء على بيتي ما أسعى نفس الشيء أحس هذا صراحة مرة يعني نفاق ومو شيء صح فحتى كثير ناس مرة يشتكوا من موعيدي أنا أبدأ ساعة 8 وربع ساشن الأول 8 وربع أحط بناتي في المدرسة على طول أبدأ العيادة وداما حتى كثير كان قلانتي التربية بجد تبدأ 8 أنا بجد أبدأ 8 خاص شار 8 وربع بالزبط وهذا صراحة يعطيني شعور رضا يعني أنا ماني قاعدة أقصر يعني يجيني إحساس ذنب في أيام مثلاً أنزل يوم في الأسبوع عيادات مساء في بعض المثلاً ما يقدروا العملاء ما يقدروا ينزل طيور أنا أشتغل أنا ما أقدر أنا طبيب أنا ما يمديني ففي عندنا استثناءات لكن الغالب لا ما في استثناءات يعني مو في موضوع بس يعني في وضع المرة أنا أسألك إيش المعادلة الذهبية للمرأة العاملة أنها تؤدي حق أطفالها وتؤدي حق نفسها وعملها ما أحس صراحة أن فيه شيء اسمه معادلة ذهبية دائماً الأم أو المرأة هتشعر أنه فيه شعور تقصير أو لوم لأنه أنا مثلاً أوقات أتذكر أني لو بنتي مسخنة أتذكر ستل ونستقط الوعي أنت هنا أسمع أنا ما أقدر أروح قد لي حتروحي ما في option ما تروحي خلاص أتأكد الجدول فأنا طول الوقت أتصل أتأكد هي أخدت الدواء لم أخدت الدواء إيش أقدر أسوي أو ما يعني أشان أقدر أتأكد أن يكون دالشي في بيتي أنا ما قصرت أو على بنتي مثلاً كنت ماشي صح في نفس الوقت لو أنت جيد قلت لي هل فيه معادلة ذهبية حسي أنا حسدد وحقارب فيه أيام طبعاً أنا حطرني ألغي العيادة ما أقدر وغالباً صراحة أنا ما يتألغي العيادة فعلياً لما يجد الشيء أحس لها على بناتي لكن لما يجي علي أو أتعادي أجي على نفسي أمشي حالي يمكن شعور الذنب يلعب دور دولة ما لهم أحد غيري مهم أن أكون مرة متواجدة الوقت النوع ده من حقهم ليش أعطي الآخرين وما أعطيهم هما فأحس ترتيب الأولويات مرة مهم مثلاً أنا أتحسس مثلاً بنتكاتي يسيب الجوال أنا وقت مثلاً العملاء تصلوا علي في البيت مع أي مرة ضرورية أحتاجك أمس لسه تدق علي واحدة عميلة بنتها مثلاً تاخد أدوية مع أنه هذا الشيء حتى مو دوري أنا مانينية أنا معالجة نفسية أنا مو مسؤوليتي الأدوية لكن بدوق علي وأحس هذا جزء من مسؤوليتي فأوقات أنتبه لو في أحد حوالي من بناتها يعلق أنه أنت ما اكل جوال أنت هذا الشغل ولا لا هذا السؤال مرة يزعجني لأنه معاتهم هم صحصحين وبهذا بأخذ من وقتهم وأوقت دائماً أستنى لين ما مرة يتأخر وقت أنا أبدأ أسهل مكان وقت ممكن الساعة 11 أطلعش فهمت علي فقط مرة متأخر عشان أقدر أشعر أنه اللي في البيت ما بيتأثر بسببي أنا بس يعني دائماً الأمهات لأنه دائماً أسمع هذا شيء من الأمهات أحساس الذنب أحساس الذنب أحساس الذنب فلك عشرة سنين أم وتمارسي عملك بخصية نفسية هل تحس أنك راضي عن الماضي يعني قصة أني ما خسرتي عملك وقعد تحاول أنك ما تخسري وما خسرتي بلأ أنا أحس شعور الرضا مرة شيء صعب الواحد يوصله بسرعة فأنتي بتقولي عشان أنا سلي عشرة سنوات أحاول أحاول أوصل لشعور الرضا يريت لو عندي يعني أنا أحس أني دائماً عندي شعور الذنب والتقصير مستمر دائماً يعني الحيوانا معاك قاد أقول طب هما في البيت شبيسوا طب يمكن يبغالي أرسلهم حاجة عشان تسلوا شوية فيها وقد يكون هذا ترى تأني بالضمير غير صحي لكن أوقات أحاول أحقلنه عشان أوصل لنقطة مريحة ليا وفي أوقات خاص أرضى بالموجود لكن أتمنى أني أوصل شعور الرضا حيريحني بالعكس حكون أكثر هدوءاً داخلياً هل في شيء تحسي لو سويت كان وصلك له أكثر؟ صراحة أنا سويت مرة إشياء كثيرة عشان أوصل يعني لهذه المرحلة يعني مثلاً أبدأ مرة بدري وهذا الشيء تريد مرة يتعارض مع وظيفتي يعني أغلب الأشخاص لو سألتهم كيف أوقات عيالاتكم عصر مساء لأنه هذا ذروة المواعيد الأشخاص اللي منجد يعني حتى مادياً يفرق في الدخل بس أنا حسيت لا لما تجي الكفة لا صراحة ما يعني ما حفظ الكفة المادية على القيمة الأسرية اللي حجيني يعني أظن يمكن هذا نوع من الترف أنه يمديك في عملك تختاري أوقات عملك في صعوبة ثانية حقت اللي ما يقدر فعلياً يختار إيوه إيوه فهمتك إنت تشوفها يمكن هي ترف بس أماته من أصحى ساعة ثمانية وأقعد في الصباح عشان يعني أسوي جلسة ترى موسى لا عليا ولا على العميل اللي يجي يعني أنا أدخل للمبنى ما في أحد حقيقة غيري أمت علي أنا الوحيدة اللي داخله وبعض الموظفين يبدو يجو بعد على تسعة أنا الوحيدة اللي خاشة تمانية وربع أفهم أن في بعض الأشخاص ما يقدروا يصعدين مرحلة وظروفهم مختلفة تماماً عن ظروفي لكن كلنا حنسدد وحن قارب في هذا المجال يعني أنا مثلاً أشتغل أيام الجمعة طيب في ناس ما يشتغل أيام الجمعة أنا أضطر أن أنزل مثلاً أيام الجمعة وسوي ساشنز في البيت جلساتي أونلاين أنا وقت الكورونا كنت أسوي سبع أيام في الأسبوع خمسة جلسات في اليوم نبضت السنة كاملة ما أخذت واليام واحد إجازة وكل الأطفال في البيت كانوا موجودين وما كان سهل علي فأنا أحس فكرة أنك شايفها الترف أحس هذا وجهة نظرك يمكن لكن أنا ما أشوفها من ده المنبور يعني آسف على استخدام على الترف لا لا عالي فيم تقصدك ده مو قصدك بس يعني النساء اللي عندها اللي مضطرة تروح الدوام أو تبغى أو بس من تسعة الخمسة هذا النوع من الوظائف أش تقدر تقولي لها في هذا الموضوع وشكل الله يعينك لأنني فيه فترات من حياتي تركت أشتغل من تسعة الخمسة يعني أنا مو ما دخلت في هذا المجال كنت أشتغل وظيفة ثابتة ثمانية ساعات في الأسبوع لكن في النهاية يعني اللي هيختار هذه الوظيفة نفس الشي هيعوض من خمسة إلى ما بعد خمسة لهذه الأسرة حقته في مثلا عندهم أيام في الأسبوع يقدروا يقضوها مع بعض في وقت نوعي في إجازات وهكذا فهي حقيقة هي معادلة ما حتكون سهلة بس كل إنسان على حسب ظروفه والوزنية اللي حيسويها صح أو قالت الوقت النوعي ممكن يكون ترى عشرين دقيقة أو عشر دقائق أو حتى خمسة دقائق مع الطفل ترى هذه كفاية تشعره بالأمان أو قالت ترى الطفل ما يبغى أنك تبع تسوي له مهرجان أو قالت بس يبيحس أنه أنت موجود وآمن شكرا مرة كفاية هذا دائما نسمع عنها أنه الوقت الكثير مقابل الوقت النوعي وكذا هل فعلا لمستي أثر النص ساعة مع الطفل بدال عشر ساعات ما منها فائدة الوقت النوعي ميزته أنه أنت في جهد واضح ينحط هو لك أنت فقط كطفل أنا مركزة معاك أنت أشتبى إيش الشي اللي حيبسطك الآن فديد أحظى أو قادم الوقت يوزع بطريقة عشوائية الطفل ما يشعر أنه أنا في شي ليا أنا ومتمكن جالس معاه بس هو ما يشعر أنه هو ذا الشي لي أنا يعني في كثير أمها تقعدوا مع أولادها بتقعدوا ما يبيشعروا بهذا الشي مع أن الأم تجد بتضحي وبتسوي وبتحاول فالطفلها مو شرط عنده هذا الشعور كيف يعني إيش الأشياء اللي تخلي الأم تجز مع طفلها وهو ما يحسبها ما يحسبها أنها تجز ما بتعطي وقت نوعي يكون مركز في أشياء خارجية هو الطفل أصلا ما يعرف أنه هي جالسة معاه عشانه هو فالتواصل يكون مرة بسيط والتوجيه الطول بك مرة يكون عالي الطفل يحتاج تواصل بعين توجهي في أغلب الأحيان هذه الأشياء مرة تفريق جميل مرة بعيد عن موضوعنا بس كان ملفت بالنسبة لي أنه قاعدت تحاول تسدد وتقاربي ودائما سهل علينا إحنا الرجال أنه يا الرجل اللي داعم المرأة وكل شيء وكذا فيقول أطلعي وشتغل يسوي اللي تبغي بعدين الرجل في المقابل اللي يقول لا العمل مو مهم أهم شي بيتكم دريش فكذا كان بالسبة لي يعني كان يهمني أسمع منك يعني أشوف أنك قاعدت تجمعي فالك لا تخسري أمومتك ولا تخسري إنجازاتك شخصية وعنكم كذا صح صح فيهمني كان أسمع عن هذا إيه ونحس كوان يمكن هي عملي يعطيني إنجاز دي أنا في بعض الناس مثلا يستمدوا شعورهم بقيمتهم من الأمومة أنا أحس رح أستمدوا من جانب مرة كثير سواء كنت كابنة سواء كنت مثلا موظفة هذا يعطيني شعور إيجابي جدا عن ذاتي أنا ما أقدر تخيل الناس يومون بسيولي حاجة بس فيه ناس ما شاء الله تبارك الله ما هي مشكلة عندنا من ده الشعور يقدر يتحايش معها وحقيقة ما فيها شي أنا أقدر أستمدوا من قوتي في الحياة من إيجابياتي من معطن القوة اللي عندي وهكذا أنا عملي وأمومتي أحسها مصدر بالنسبة لي هذا اللي يمكن ما نفهمه إحنا الرجال في هذه المعادلة طبعا إيو إيو ما ستحقي ذاتك إيو إيو فهمتك إيو وأنا ما أحس أنه هذا الشي لازم يفهم من المنطلق الذكوري البحث لأنه هذا الشي كل إنسان ما هي قالب تحطه على شخص واحد هي حقيقة هدف أنا أشعر بي أو شخص تاني ممكن يشعر بي بس مو شرط أنه إحنا كلنا لازم نشعر بنفس هذا الشعور طب هذه المعادلة كيف نوزنها يعني في بارك أنت قل بي أنا بالصفة يمين يعني أنت دحين بعد اللي أنا قلت كيف تتوقع أن إحنا بنوزنها يعني أنا أحس أنه لأنه مو كل الناس بنفس المقياس فجهد أن يكون دائما في حرية للاختيار يعني والتفاهم بين الطرفين وأنه يكون فيه هدف مشترك للعلاقة في طرفين يشتركوا فيه بعدين يتفاهموا في التفاصيل مية في مية جميل الصدمات النفسية في الإعداد وفي الحديث معاك عن موضوع عالم علم النفس الكبير جدا دائما كان عندك كنا نرجع دائما الصدمات صدمات صدمات ليش تحديدا هتميتي بالصدمات النفسية من كل الجانب الأخرى في علم النفس طيب خلينا كده نرجع شوي خطورة إيش تعريف الصدمات النفسية وبعدها حقولك ليش أنا أشوف أنه هذا مرة شي مهم الصدمات النفسية تعريفها في علم النفس إنه هو أي موقف يكون قوي يأثر في أمان الشخص ويهز مفهوم الشعور الداخلي عنده كيف يعني مثلا التعنيف مواقف صاد محصات في حياته تحرشات تنمر وهذا المفهوم يبدأ يغير من نظرتي عن نفسي إنه وقات في بعض الأحيان الصدمات النفسية الموقف نفسه الشخص مو مر يزعجه بس اللي يزعجه أكثر نظرتي أنا عن نفسي أنا في ذاك الموقف فالصدمات النفسية يعني أتكلم على حاجة جذورها مرة عميقة تأثر في الكيان الداخلي حق هذا الإنسان نظرتي عن نفسي على العالم الخارجي عن الآخرين فمن هذا المنطلق يبدأ الإنسان فعليا يتغير يعني مثلا في كثير أشخاص يجوا على العيادة تقول لي يا سلمة أنا قبل ما يحصل هذا الموقف كن شيء وبعد هذا الموقف صد شيء ثاني تماما فإحنا نلاقي مع الوقت أن الصدمات النفسية تأثر جذريا في الأشخاص في دراسات تتسوّت أنه 70% مننا كأشخاص عالنا من صدمات نفسية في الحياة كلنا مرت علينا لكن في ناس يشتازوها في ناس مو مرة يشتازوها فهم كصدي لأنها تأثر تماما في منظومةك كشخص في خوف في شعور بالخزي في شعور بالعار لكذا حصل فيها كيف أنا مثلا ما قدت أساعد أبوي لما كان بيغرق ومثلا لما صار هذا الزلزال ليش أنا عشت وهذا الشخص التاني مثلا مات ليش سمحت في هذا الإنسان يعنفني كيف هذا الشخص مثلا دخل في حياتي وتحرش فيه وسمحت له وإنسان كان قريب مني ففي كثير مفاهيم مرة صعبة تأثر فينا ولما نكبر ما نلاقي لها أجوبة ومن بعدها يبدأ الشخص يعاني أنا صراحة حرج على جاوبك ليش أنا مهتمة في موضوع الصدمات النفسية لأني أشوفها كده زي كإنها كده خريطة عميقة لهذا الإنسان يعني الشغل في الصدمات النفسية ترى مرة صعب ومرة مرهق مرهق على العميل ومرهق على المعالج لأنه إحنا نرجع للصدمات ونشتغل عليها ونفتح الدفاتر القديمة ونحكي على المواقف وأيام مرة تكون صعبة هذه الأشياء لكن لما العلاج النفسي يصبط أنت تشوف إنسان واختلف تماما وصالح راضي إلى حد كبير أنا هذا الشغل مرة يعطيني رضا هل الصدمات ممكن تكون قديمة جدا لدرجة أن الإنسان نفسه أصلا ناسيها بس أثرها باقي أصلا بشكل عام الصدمات النفسية في كثير أشخاص ما يتذكروا مواقف كثير حتى يسموها بالإجليزي فراغمت ممري إنو أنا ما أقدر أتذكر عندي الذاكرة حقتي متقصقصة أنا لما أسترجع الموقف كي تقولي العميلة أتذكر لما ضربني بس ما أتذكر إش صار بعدها بعدين أتذكر إني قمت طب إيش حصل في النص؟ ما أعرف وشزء كبير من الصدمات النفسية إنو العقلي بيحميني في هذه كل اللحظة فيسوي حاجة اسمها كبت خلاص أنت تنسى تماما بس هو حقيقة أنت منسيت العقلي سوي كبت لهذه الفكرة يعني أقني أجيب شيء وأضغط ومرة بقوة فأكاد ما ألاقيها على السطح ما تكون مرة موجودة لكن الندبات عندي مسالة موجودة وهذه الندبات كيف تظهر؟ الندبات أقدر أقول هي ردات للفعل حق الأشخاص يعني مثلا أنا كنت زوان محبة للحياة كنت زوان ما عندي مشكلة أدخل في علاقة الآن المرة ما أدخل في علاقة شكرا أنا توب بعد اللي صار لي أنا ما أحب أتذكر مواقف معينة من حياتي جينا صور ذهنية مزعجة عليها من أهم الأشياء اللي إحنا مثلا نلاحظها اللي هي الهروب عدم المواجهة أي شيء يزعجني أنا ما أضغى أتذكر أنا أتذكر عميلتي بعد فترة من بعد ما مرت بصدمة نفسية أنها لما سويت حادث بالسيارة والأشخاص اللي معاها مروا تضرروا وقفت تسوق ما أبقى عزلت نفسها تماما أنا ما أقدر أشوف حتى أسمع صوت السيارة أنا ممكن بس أركب وراء ونحط الحزام شكرا لأنها كفاية علي وفيه كثير من اللي يلاقي تغييرات في الشخص سيكولوجيا نفسيا نظرتي عن نفسي وعلى الآخرين ففيه ثلاثة أشياء أساسية تغيير عند الشخص عن الصدمات النفسية نظرتي عن نفسي فكنت أول أشوف نفسي عندي قيمة أنا أشوف نفسي إنسان ما عندي قيمة ما أستحق النوقة الثانية نظرتي عن الآخرين زي ما كنت أثق في الناس لحنا أشوفهم هما ما هم أهل لهذا الثقة ما أقدر أثق فيهم ترك كلهم غدري ممكن يتمندل فيه نظرتي على العالم لعالم مرة خطيرة بالزمان قبل دا الموقف ممكن أسك شو رأيك من صفر إلى 180 درجة عن هذا الإنسان كيف يتغير نظرته عن نفسه يعني يعطيني مثال أو شيء يقرر بهذا الفكرة يعني مثلا أديك مثال لو أنا إنسانه تعرضت لتعنيف أو تحرش في الطفولة طيب من شخص قريب لي وعلى فكرة دراسات تقول إلى نسبة 90% هم من أشخاص مقربين يحصل طيب أنا لما أكبر كيف حنظر لنفسي حنظر أن النسان عندي قيمة ولا أنظر لن أنا إنسان أصلا ما أستحق لهم لم يجوا العيادة أنا مو تخصصي أطفال أنا تخصصي كبار لما يجيني الشخص على العيادة يكون بعد عمر 18 سنة فهو بيتكلم على ذكرى قديمة فبكرة تخيل للإنسان مثلا لو حصل له هذا التحرش من عمر 5 سنوات وحين هو بيجين عمره 18 سنة وما أعالج هذه الصدمة فكمية الآثار والأضرار مرة تصير عالية فلما يجيني أشوف نفسي نظرة مشوهة سمحت لهذا الإنسان يستوري زي كده معنى حتى وشحت له من اليوم مرة أنت كنت طفلة ترى العقل ما يستوعب ليه ما يستوعب؟ لأنه دائما لما الشخص يكبر وما يعالج الصدمات الطفولة هو يدخل بشخص ناضج في الصورة فينظر فيها كأنه هو كبير ينسى أنه كان طفل هو يقول أنا سمح أنا كأنه أنا كان عمره 18 بصا 15 سنة أيوة فيفكر بعقل ناضج بس المعطيات كلها مرة مختلفة وهذه تصير صعوبة العلاج النفسي لأنه ما بيفكر كأنه طفل هو حقيقة عاجز وغير قادر وما كان بيد ويسوي حاجة هو بينظر الآن بنبج فبعمر إنسان كبير بقوة أكثر فلما أجي أطالع على وراء لهذه الطفلة الصغيرة وما أنا قادر أنظر لها برحمة أنا بنظرها بعمر 11 18 سنة كيف سمح بهذا الشيء هو يعيش يعني يومياً بهذه الصورة؟ مو شغط يعيش يومياً بهذه الصورة لكن هي فترات في بعض الأحيان فيه مثيرات في الحياة تستفز هذا الشعور لو تذكرت موقف لو فيه شيء يذكرني بهذا الشيء لو مثلا طرت أواجه العالم الخارجي لو ذكره جت في بالي لو ما عمر اشتغلت على هذا الموضوع هذه كلها أشياء ترجع هذه الذكريات مو شغط تجي بطريقة يومية ممكن تجي بطريقة خفيفة وفي بعض الحالات لما تكون شديدة ممكن تجي بطريقة دورية مستمرة إيش خطورة إنه الإنسان ما يعالج الصدمة فشخص مثلا تم تحرش به في عمر مبكر وكمل حياته كاملة بهذا الصور عن النفس والعالم والآخرين وما عالجها أبدا ولا نحلت ولا شيء طب خلينا خلينا تخيل مع بعض أنا زي كده أشرح في العيادة كيف الصدمة النفسية أغلب العملاء لم يجي العيادة ترى مرة صعب عليهم يتكلموا في عمق هذا الموضوع فتكون الجلسات مرة تقيلة فأنا دائما كده أقول قوة الحاجة الصدمة النفسية عبارة عن جرح مرة عميق عندك جرح مرة عميق قديم وإنت أهملته طيب فتخيل شوية معاي كيف حيكون شكل الجرح كم متعفن ومزعج يعلم ممكن تكون فيه منه ريحة لون بتغير صح طيب أنا دي حين ماستت قادرة أستخدم يدي اللي فيها الجرح أو الرجل اللي فيها الجرح إيش هبطر حسوي أطرني أنا مثلا أروح لطبيب صح ولما حروح لطبيب إيش حيسوي الطبيب حينظف الجرح تا حيقولي إيش دا المنظر هذا مو طبيعي لما حينظف الجرح إيش هشعر ألم ألم مرة شديد صح لكن لما أنا حسوي له علاج وحستمر بهذا العلاج كيف حيقفر الجرح حيقفر بطريقة نظيفة صحية هل الشكله يروح لا أنا عنده شروع جرح ما راح حتى للآن حشوف الشكل الجرح بس لما حنظر لي حنظر لي بطريقة مختلفة حشوفه هو علامة بس مو شرط هو يكون كل قيمتي في هذه الحياة هو مجرد ندبة ألم وأقدر أتجاوزه فلما أنا اللي يجي العميل مثلا تسألني أنت أو العميل يقولي طب ليش أنا بأسوي دالشي في كثير أشخاص يدخلوا في علاقات بعد ما يحصلوا بصدمات نفسية ودمروا نفسهم اللي هو يدخل بنفس العقلية اللي تم فيها كل هذه الجروح فأنا أدخل بطريقة إنسان خايف بس طرعا فكرة ما يطلع شكل أن أنا خايف أنا ممكن يعني أكون يعني بخربش أنا خايف فهمت علي بس من جوة في طفل داخلي مرة حقيقي يشعر بعدم الأمان ففي كثير أقنعة تنحط للعالم الخارجي هل يأثر حتى على يعني هل على شكل العلاقات اللي سينادخل فيها على كبر طبعا طبعا أنت حين مثلا أنا ما أقدر أخذك بس كذا كفرد في هذا العالم أنت ما تعيش في المريخ أنت حقيقي قاعد وصناس وصأشخاص تدفاعل معهم في هذه الحياة لما أنا أكون من جوة إنسان أشوف نفسي سيء وما أستحق أو أستحق حتى اللي صار فيها طبعا أنا ما أدخل في علاقة جدية سواء زواج أو مثلا علاقة عمل أنا إيش بيصير جواتي أنا بطلخبط ففي حتى في بعض الأحيان كثير أشخاص صردت فعلا مرة تكون عنيفة يعني بس أحد يقوله كلمة يعني ممكن هو يعني يبين قض عليه ويكون حقيقة دا الإنسان يعني يعاني مصدمات مرة قوية بس هو يحس دي الطريقة الوحيدة لأننا أقدر أتصرف مع العالم الخارجي أنا زمانا أغدر فيها الآن مستحيل أسمح لأحد فلما أدخل على العالم دا أدخل بشراسة ما أدخل بطريقة طبيعية فحتى تفاعله مع العالم الخارجي يصير مرة صعب وهذا برضو يعزز عنده شعور بما تستحق لأنه بعد فترة ما حتى عنده أصحابه هذا الإنسان طب ما أحد قادر يتعامل معاه فهذا يرجع مرة تانية يسوي له صدمة مختلفة أنه حتى العالم يرفضك ما أحد يباك بس هي المشكلة مو العالم ما يبغاك العالم خايف منك لأنه يتعامل مع العالم الخارجي وهكذا فهذا إذا جاء عندك في العيادة شخصا متحرش به صار ما عنده تقف في العالم صورة الذاتية محزوزة في أمل أنه يرجع طبيعيزي قبل الصدمة أنا ما أحب مرة صراحة نستخدم كلمة طبيعي كنا نحن طبيعيين بطريقة أو بأخرى طيب لكن هل ممكن يرجع إنسان صحي متوازن إلى حد ما ممكن جدا لو اشتغل على نفسه إيه كيف طيب عشان أنا أكون شاء يعني حوارنا شمولي وما يقصر مثلا بس على موضوع التحرش هي الصدمات النفسية كثيرة أنا شفت مثلا أمي وأبويا بيطاربوا بطريقة عنيفة شفت أمي مثلا تمت عنيفها أنا قبل كده مثلا أحد سرقني أو مثلا أنا شخص بمرض مرة نادر فجأة من حياتي وأثر علي أنا إنسان مرة عزيز علي فجأة فقدته وتوفى هاي ترك كلها صدمات فإنت بتقول لي كيف قول حاجة أنا كده أسوي الجلسات النفسية في البداية أخذ التاريخ المرضي كاملة طيب وبعدها أفهم إيش مواطن القوة والضعف عندك إيش أنواع تفكيرك في الحياة كيف تنظر لنفسك كيف أنت تشوف العالم الخارجي طيب وبعدها نبدأ نشتغل على أفكارنا وعلى الصدمة نفسها أنا ما أحب صراحة في في المدرسة حقتي في العاجة السوق المعرفي أنا ما أحب دائما مرة أعيش في الماطي في بعض الأحيان ترى هذا مرة يلخبط الإنسان خاصة اللي يجوا يتعالجوا في العيادة يحسوا لأ أنت بترجعيني كده مرة بزيادة وأنا ما أقدر أعيش يومي فأنا أسويها وزنية بين أنه إحنا نشتغل الآن على الآن وكيف تتعامل مع الآن وكيف أنا أسوي تصليح لأفكارك للماضي كيف أشيل منك شعور الذنب كيف أخفف عنك شعور العار اللي أنت بتحس فيه وتأنيب ضميرك لنفسك وفي نفسك مع تصحيح هذه المفاهيم تبدأ شوية تتعاطف مع ذاتك طيب من أهم الأشياء اللي إحنا نركز عليها كمان في العلاج النفسي طيب إنت إيش الأدوات اللي بتستخدمها كنت سابقا إيش يعني؟ يعني مثلاً الأشخاص بعد مثلاً ما يمروا بصدوة نلاقي كده كنوا عندهم صندوق صندوق الأزمات حقتهم طيب إيش هو الصندوق ده؟ في بعض الأحيان مثلاً ما أتذكر هذه الذكرى المزعجة أجعل مخدرات مثلاً أتعاطى أبأنسى ما أبفكر أو مثلاً أكل مرة كتير الأكل العاطفي عندي مرة يصير عالي أو أنام أو أعزل نفسي عن العالم أو أقول لنفسي تالي صار مو حقيقي أنا كان عندي عميلة طولة تقولي ترهو مو حقيقي ترهو مو حقيقي ترهو مو حقيقي نص السجن إحنا نقعد أسمع هو مو حقيقي أنا بكتتخيل خمسين دقيقة نصها هو مو حقيقي وأنا كني باسمي راية ماسكاها وباعت تسمع هي إيش بتقول وحتى ما قد أصلي حتى دي المعلومة قد بس بأقول لها أنت شايفك كده وهذه الأشياء مع الوقت يحصل لها تصحيح في العلاج النفسي طيب فإحنا نسألهم إيش المعدات اللي تحطينها جوا ونبدأ تدريجياً نضيف معدات مختلفة طب كيف أنا أبدأ مثلاً أضيف أشياء أفضل كيف أبدأ أخفف يعني أتعاطى طب كيف أنا أبدأ أطلع عامل مع العالم الخارجي كيف أطول بالي أكثر كيف أعبر عن نفسي أكثر كيف أبدأ شوية أشعر بالأمان مع الأشخاص إلى أحد ما أنا أشوفهم صحيين وهكذا فنبدل ده الصندوق بصندوق آخر وهذا الصندوق اللي يحصل إش هواته يعطيني مهارات أبدأ أتعامل معها عشان تصنع عندي حاجة اسمها المقاومة أو المعاوضة أو زي ما اسموها بالإنجليز رزيلينس إني أقدر بعد ما أطيح أنهض مرتاني في الحياة أش أهمية الرزيلي الرزيلينس أو المقاومة أو الصملة أنا أحب أسميها الصملة أنت أش تسميها؟ أحب أسميها الصملة الصملة ودائماً في كلام عن أنه أهم صفة شخصية في الإنسان هذا الرزيلينس أو الصملة أو المقاومة لأنك حطيح بس أنك لما طيح تقدر ترجع بسرعة أو مرة ثانية وكذا إيش أهميتها في العافية النفسية للإنسان أنت لو عندك صفة المناهضة أو المعاودة فإنت عندك صفات إيجابية داخلية تساعدك تنضج في هذه الحياة وتقدر تكون عندك مقاومة نفسية أعلى تصدمات طبعاً كيف أسرع عندي هذه الصفة؟ من أهمها أنك أنت مثلاً تكون إنسان منطقي تنظر على المواقف بمنطقية مع تكت إيجابية طبعاً أنا مو بتكلم عن إيجابية اللي هي السامة اللي الله المرة حالة حلوة ترسر فيها مرة عادي لا طبعاً بس أكون أشعر أني أنا إنسان وأعترف في مشاعري أعترف في مواطن الضعف حقتي لكن أنا برضو عندي مواطن قوة في نفس الوقت الحاجة الثانية أني أنا أبدأ أنظر لنفسي بصورة أعمق أشمل أنه فيه جوانب تاني في هذه الحياة وفيه عندي حاجة أسمى من هذا الشي يعني فيه كثير أشخاص بعد الصندوات النفسية يبدوا يكرسوا حياتهم عشان يقوموا منها يعني مثلاً فيه أتذكر كان عندي عميلة تعرضت لعنف مرة عالي فكان رزق من دورها إنها تقف مثلاً بنات العيلة كيف يتعاملوا مع هذه الأشياء فيه عميل مثلاً آخر كنا من نناقش حالته إنه هو كان يتعاطى فترات مرة طويلة وساعد ناس كتير يعني ما هو ساعد هو أعلم ناس كتير تعاطف بعد فتر لما جاله مرة تأنيب ضمير صار هو مثلاً ينزل ويقول للناس ما ينفع ويأخذهم مثلاً إنه على الأماكن حقة الإدمان ويساعدهم يخففوا فأوقات العطاء والبحث عن المعنى والقيمة يرفع عندي شعور اللي يسموه إن أقدر أنهض مرة تانية في هذه الحياة هل القوة الشخصية أو القوة تتكلم عن القوة الشخصية تفرق بين شخص وشخص في التعامل مع الصدمات والعافية عموماً إيش تقصد بقوة الشخصية؟ يعني شخص اللي من الداخل عنده هذا العزيمة الداخلية أنا أشوف يعني كلنا عندنا مواطن قوة لكن هي تتفاوت لما تكون صدمات الحياة مرة عالية ترى أنا في جانب عندي يبدأ شوي يتأثر هل هي قوة أو ضعف؟ أنا كده أشوفها أنا ما أشوفها كده القوة وضعف أنا أشوف الإنسان يعيش بهذا الأضاط أنت تعيش بهذا القوة وتحتوي الضعف ده ترفع قوتك من جانب وأيام حتضطر أنك أنت تشتغل على الجانب إلى حد ما يحتاج تقوية منك عشان تكون إنسان إنسان متوازن وصحي أكثر في حياتك دائماً في هذا المواضيع في دلع بعدين في لا فعلاً أنت تحتاج علاج نفسي وكلاً هل في حالات تحسنوا لا هذا دلع؟ يعني وين الخط الفاصل؟ أدريش مو مكاني هذا السؤال بس حتى في كتب شهيرة عن الحشاشة النفسية وكلاً في دائماً هذا التهم أن فيه حشاشة نفسية في هذا الجيل في دلع في بعض الحالات زي مثلاً أنه أحد يتفاعل بشكل مبالغ فيه الموقف هل هو قليل أدب ولا هل هو عنده صدمة نفسية لازم نتعاطف معه ونشعب المعاون ساعد ويعالجها في متعلك يعني أنت أنا صراحة بشكل عام أي شخص يجيني في العيادة سواء تصنيف أهله هو دلع أو سواء من تصنيف علم النفس أنه هذا مو دلع حقيقة أزمة أحتاج أفهم حقيقة أبعاد المشكلة وتأثيرها عليه وبعدها نبدأ نصنع ونساعده أنه يبني هذه المقاومة وتكون ضد هذه الهشاشة النفسية اللي هو يعني مأزمته في بعض المشاكل حقيقة بالمقياس العام قد تكون ما هي مرة قوية لكن قد تكون هي مرة مهمة عن هذا الشخص ويحتاج فعلياً الشخص يشتغل على نفسه أنا صراحة لما يجيني شخص مثلاً عنده شوية هشاشة نفسية أرحمه لأنه إيش اللي خلاك توصل دي المرحلة إيش البيئة اللي أنت عشت فيها عززت أصلاً هذا السلوك إيش المرض اللي أنت بتعاني منه هل هو قلق شديد يخليك أي شي يهزك من جوه أو كانت البحث ما وراء الشي يفهمنا حقيقة إيش السبب من هذا الشي الأشخاص اللي يعانوا من الطلبات قلق ومن الخوف العالي طب دول يعانوا طب هذي فريناية برضو معاناة أنت ممكن تسميها دلع بس في مظور علم النفس أحس صعب أنك تحطها تحت هذا المسمى بس هل في شي عكسد يعني يساهم في هذه الحشاشة النفسية فالمفرض أنه ما ببقل طبيعي الحين عنده حد معين من المقاومة بس في حد أقل منه يكون لا هو فعلا محش نفسيا هذا مو رأي الحقيقي هذا بس سؤال عشان أبغر أسمع منك أحس حيك تلوني النحس طيب أوكي أيوة أحسك تغضط على أزارير شوية توتر طيب هدى حكون خارج صندوق الاعترافات يعني بشكل عام بشكل عام في بعض المشاكل تيجي على العيادة من منظور العام ما تكون مرة مهمة لكن الشخص تهي يعاني من الطربات نفسية فيكون حقيقة الخوف عنده مرتفع بطريقة مرضية جدا تخيل له بس أحد قال له بس هو ياخدها بطريقة شخصية وهذا جزء من أخطاء في التفكير اللي هو بيعاني منها اللي وصلت إلى هذه المرحلة طبعاً بتموت من الحار شكلاً لا لا مرتاح لا تشيله طيب نرجع لتراوما نرجع لتراوما طيب قبل التراوما العلاج النفسي العلاج الذاتي أو الشخصي قبل ما نوصل لكم إيش الأشياء الممكن نسويها قبل لا نوصل لكم ذاتياً أول حاجة أنا ما أشوف أنه كل شخص لازم يروح لمعالج نفسي أنا حقيقة نقوم أنه لازم للإنسان أول شيء يكتشف نفسه ويشتغل على نفسه ثم يروح لمعالج نفسي أنت لازم تحاول أول شيء مع نفسك وفيه كثير أشخاص في محاولة ذاتية حقتهم تساعدهم بمعنى أنهما يشتغلوا على نفسهم يقرأوا كتب يعني يشتغلوا على أفكارهم خففوا تأنيب الضمير جلد الذات واللوم في بعضهم ما يحتاجوا وفيه دراسة حتى سووها في جامعة كولومبيا 70% 76 دراسة مسحية سووها على صدمات النفسية لقوثوا ثلاثة من الأشخاص اجتازوا الصدمة مرة بسرعة بعد فترة قد بعضهم ماحتاجوا حتى ومتع تكلم على صدمات قوية اللي هي مثلاً أسلحة صدمات زلازل هيروكينز وديل أشياء وماحتاجوا فمعناته الإنسان قادر وعنده لكن في بعض الأحيان الصدمة فعلاً تكون مرة قوية تهزي عندي شعور الأمان أنا ما أقدر أسويها الوحدي أحتاج شخص مختص ياخد بيدي في هذه الرحلة وهذا عمط العلاج النفسي لأنها أخد بيدك وحندخل في الأعماق ونشتغل عليها اللي ما توصل لمرحلة سلام مع نفسك مع ذاتك وتؤمن أنه أنت تقدر في النهاية تتصالح مع كل هذه الجوانب ومع هذا الماضي كيف شعور انتهاء المشكلة أو الحل لما تشوفه عميل عندك خلاص انتهت حالته أو تشافه أو شعور أنا والشعور هو الشعور في الغرف يعني هو هو بشكل عام هي ما تيجي الله اللي إحنا اليوم برسنا كويسين حنجيب كيكة هي ما تيجي بيد الطريقة صراحة لكن هي تيجي بطريقة أنه أنا أبدأ ألاحظ أنه الأعراض للشخص اللي كان بيشتكي منها خفت أنا يا سلمة الأحلام عندي صارت أقل أو ما هي أحلام حقيقة كانت كويس أو مثلا الأفكار اللي كانت يجيني خلال اليوم كلها المزعجة صارت أفضل ستقدر أخرج سلمة أنا شريكي في الحياة دي ما ستتوقع أهاجم ولو مسكني أنا أسمح له بهذه الطريقة ونفس الشيء مثلا العميل اللي ممكن يجي يقول لي أنا صرت مثلا أكثر تناغما في الحياة ما ستأخذ الشيء بطريقة حادة أنا ستفكر بالفكرة وأشاركها الناس اللي حصل لي وأنا متصالحي لحد ما هذه مرة الشعور حلو كأن فيه تصالح بدأ يحصل مع الماضي هل حتى التعنيف الشخص اللي تم تعنيفه بشكل كبير يقدر يعيش حياة طبيعية حرجع مرة تانية أصلح لك كلمة طبيعية صحية مرة كل مرة مرة طبيعين إلى حد ما يعيش حياة صحية يلد يعيش حياة صحية لو فعليا نفس الشيء إذا هو اشتغل على نفسه حاول يعني في بعض الأحيان بعض الأشخاص ما يروح المعالج نفسي واحد كذا واحد وفايرو حتى العلاج علاج بس سلوكي في بعض الأحيان مثلا في أشياء تانية مثلا زي EMDR اللي هي حققة العين في بعض الأحيان مثلا سلوكي فقط أو معرفي في بعض الأحيان مثلا العلاج بالرسم فهي ما هي بس قالب واحد تحط هذا الشخص فيه وبس هتجرب هذه محاولتك الأولى والأخيرة في بعض الأحيان الشخص يتحسن بدرجة مرة كبيرة ويوقف ثربي بني جعل بسا بعد سنتين فهمت عليه احنا سمينا زي الجلسات اللي هي كده تعزز السشنز اللي مثلا مرة كل أربع شهور مرة مثلا في السنتين مرة وهكذا آآ جيد الكهو أيو الله يزالك آآ تنكو بفضلك سجلنا قبل كميوم حلقة في الصباح في رمضان طبعيا وما رفعتنا شيء إلا أنه نشرب خطوة جمل وإحنا نصور مربع من خطوة جمل أعظم قحل في العالم فكيف نصور مربع بدون نشرب خطوة جمل الماضي من هذا الماضي ما أقدر أنا أنسلخ من هذا الماضي ما أقدر أقول أنا ما أعرفه أنا ما عمره حصلي أو أتنكر له لأنه هذا بس هيزيد صدمتي مستقبلاً أكثر مع الحياة إذا أنا حقيقة اعترفت أنه هذا الشي حصل لي هذه أول خطوة للتصالح مع الماضي أنا أشوف إنسلاخ الشخص عن الماضي حقه يشكل صراع داخلي عنده هو حصل هو ما حصل هو حقيقي هو ما حقيقي كثير يحصل هنا في هذه الحوارات مع الماضي في الذات خاصة لوم جلد تأنيب تعديل للسيناريوهات لو كان سويت زي كده ما صار زي كده فدائماً إحنا لما ننظر على الماضي ننظر بنظرة مرة مختلفة نحيس فيها تعديلات كان يمديني أنا أقدر أسويها فالخطوة الأولى إن أنا أعترف إنه هذا الشي حصل في الماضي وهذا جزء مني أنا ما أقدر أخلع منه أو أتنكر له أنا من الأشياء اللي صراحة أنا أشوفها مرة تفرق في التصالح مع الماضي وكثير ناس مرة يستغرب ولما أنا أبدأ حتى أسوي في العلاج النفسي أقولها أقول لأول شي سامح نفسك هذا من عندنا نظرية سامح الآخرين اللي غلط في حقك سامحه وأنا ما عند يصاعد إن إشكالية تبقى تسامح الله يديك العافية شكراً مرة لكن الأصل إنه الإنسان يبدأ يسامح نفسه هو أولاً كيف يعني؟ أو قد في بعض الأحيان أنا ما غلط أصلاً طب ليه أسامح نفسي في بعض الأحيان إنما أسامح نفسي أسامح نفسي على صداجتي أسامح نفسي إني ما وقفت لنفسي أسامح نفسي إني أنا كنت بشر وغلط بغض النظر فالخطوة الثانية بعد ما أعترف إنه حقيقة في شي حصل أبدأ بالتسامح الذاتي أعترف بهذا الشيء كثير في بعض الأحيان مثلاً أشخاص يجيهم صدمات نفسية إنه تدخل مثلاً في علاقة عاطفية وعلاقة تكون جداً سيئة وفجأة مثلاً هذا الشخص يسيبها وتمتهي أنت تأزم طبعاً إيش سوى الشيء غلط كيف كده هو سوى فيه فلما نبدأ نقول لها طب أو نقوله طب سامح نفسك على اللي حصل خاصة أنت غلط أنت مغلطش أنت غلط أنت غلطت أنت كنت شوية ذنك نطيب زيادة أو أنت حقيقةً شفت العلامات الحمراء وتجاهلتها لما يبدأ شخص شوية يسامح نفسه يبدأ يتصالح مع مفهوم بشريته أو إنسانيته أنه إحنا كلنا نغلط وكلنا معرضين لهذه المواقف طيب هذه ديجي النقطة الثانية النقطة الثالثة أنا كيف أخلي هذا الماضي ما حقيقةً يأثر على الحاضر حقي أو على المستقبل حقي كيف أنظر لهذا الماضي بعدل بحكمة بنطش في كثير من الأحيان الأشخاص لما يدخل مثلاً في علاجة نفسية أو مثلاً يمروا بصدمات نفسية ينظر للماضي بألم بأسه بحزن وهذا المفاهيم يحتاج أن نصلحها فدائماً نسألهم طيب إيش كان الدرس المستفاد بس بطريقة موزونة طبعاً إيش الشي اللي أنت تعلمتيه أو أنت تعلمته عن نفسك إيش في صفة حقيقة ما كنت تعرفها واكتشفتها دائماً بعد الألم واللي إحنا نمر فيه أنا نكتشف إنه إحنا مرة أقوم ما إحنا ممكن نتخيل وهذا جزء من يعني أنا أشوفه شيء حلو في العلاج النفسي إنك تكتشف مواطن مرة رهيبة فيك أنت ما كنت إيه فيها موجودة أنت ما كنت عمرك حتتخيل إنه حتطالي على هذا الألم وتقول ترى عدت أنا كنت كل يوم أبكي تحين ترى أبكي مرة في السنة مرة قلت لهم شهر فالإنسان ما كان يتوقع إنه هذا الألم حيخلص أغلب الأحيان لما ينظروا على الماضي الأشخاص ينظروها كأنها بدخلين نفق عميق أسود طويل ما أشوف نهايته بعد فترة آه لا كانوا فيه شوية نور كانوا هذا النور هو الأمل بس كيف أنا ما أخذه معايا صح؟ كيف أنظر لي بحكمة وبنرج أكثر بدرس مستفاد برحمة بيعفو بتسامح إنه حصل إنه اشتسته وكيف اشتسته وإش تعلمت منه الماضي ما يعرف علي ما يعرف أنا مين الآن الماضي ما عمر يعرفني قيمتي ما هي من الماضي والخطأ اللي حصل قيمتي مستمدة مني أنا الآن ومواطن القوة حقتي من التجارب اللي أنا خطها وكيف أنا قاعد أشتغل على نفسي في النهاية أغلبنا في الحياة بعض الصدمات النفسية نستمد تعريفنا عن ذاتنا من الصدمة فهذه خلينا مرّي مشوهين ونكره هذا الماضي لكن لو أنا عدلت لك هذا وعدلت وإنت معايا حبدأ أنظر لهذا الماضي بطريقة جدا مختلفة ما يعرفني هو جزء هو مو الكل هو مو أنا في ناس حتى في تويتر مثلا في الشبكات مصابة بكذا ناجي من كذا ضحية كذا هذا يمكن له فائدة أنه يخلق يمكن مجتمع وبيع داعي من كذا بس هل له ضرب على استمرار الحالة هذه وإنت كنت نكتب ضحية مرّة مهمة وخينا أوضح لك هي في فرق بين الإنسان الضحية والناجي أغلب الأحيان بعض الأشخاص يجوا على العيادة هم يشعر لهم ضحايا بعد فترة مع العلاج النفسي إحنا نفعل مفهوم الشخص الناجي مو الضحية الضحية دائما يشعر إنه إنسان ما عنده أي قوة فاللوم يكون مرّة عارب وطبعا أنا ما ألوم الشخص ما يشعر بيدي الطريقة لكن أنا أفاعل الجوانب الثاني اللي عندك عشو تشعر أنك نجيت منها الضحية دائما يشعر هو لسه موجود تحت وكل يوم الأيام كل ضحايا سواء لشخص صعب أب معنف أم كانت نرجسية وهكذا في الحياة لكن في مرّة فرق فأنت بتقول لي لما أنا أعترف بهذا الشي وهذه خطوة مرّة إيجابية هل لازم قبل أن ندخل في علاقة في زواج مثلا إذا شخص يشعر أنه عنده صدد نفسية تؤثر على عافيةه النفسية يحلها أول بعدين يدخل ولا مش دائما؟ أنا حاسة هذا صراحة أن الجواب يعتمد على نطج الشخص وعلى أي مدى هو اشتغل على نفسه كل إنسان في هذه الحياة عنده كلك ولا أحد مننا نجا من هذا الكل كعاس يعني بطريقة أو بأخرى لكن يعتمد هل أنا واعي ولا لا هل أنا أعرف قد إيش بأظهر الطرف الآخر هل في كذا شخص قبل كده اشتكى قريتا مرّة صحب أنت إيش بكده كل ما أنا مثلا أستفزك تنهاري أو ليش أنت مثلا ما تكده تقرب أو ما عندك علاقات مقربة أنت ليش هذا الموضوع مرّة يستثيرك زيادة عن اللزوم هل أنا إنساني عندي نسبة وعي معينة تخليني أعرف نفسي عندي درجة استبصار كويسة مو لازم كل أحد ترى مرّة بصدمة يروح لمعالج لو اشتغلت على نفسك ما هي مشكلة لكن أوقات أنا أدخل في العلاقة وأكتشف في شي ما بيمشي مضبوط الطرف بدأ ينزعج بيشتكي مني عصبيتك مرّة عالية يعني أنا مثلا كان عندي عميلة مرّة إنسانة رائعة يعني بسمة الضارب كانت تنفعل بطريقة مرعبة يعني زوجة بحد ذاته ينترعب من جد فكان فكنت أنا دائما أشوف إنها هي إنسانة من جوة مرّة خايفة طب هذا الوحش اللي بيطلع إيش وضعه فلما كنا نشتغل على طفولة الأب كان إنسان جدا جدا صعب غضوب لما يعص بيكسر فهي دائما تشعر إنه أول ما الشخص أختلف معه الطريقة الوحيدة إن أحمي نفسي إنه لازم أهاجمك عشان أنا أسيطر على الموقف فإنت ما تقدر تعتدي عليها ما كنت تحسر هذه مشكلة كنت تحسر بها صفة أنا بس شوية عصبية بس بعد فترة هذه العصبية بتزعج الطرف الآخر بيشتكي منها فعليا فلما جات على الجلسات اشتغلنا على الخوف على الطفل اللي جوه اللي ما هو عارف يسوي توازن هل الآن أنا أسوي هذا السلوك طب كم عمر الآن في دي اللاحظة أنا قاعد أصرخ وأكسر إحنا مثلا في بعض الأحيان في الجلسات النفسية أقول طب هي ردت الفعل دي كم عمرك خمس سنوات ستة سنوات حتى ممكن نقولها بضحي كي تقول لا والأزون ثلاثة ونص وحقيقة هذه ما يردت فعل فأوقات نرجع للجذور هادي الجذور هادي تبدأ تعطيني تقييم لما أنا تاتا ونص بتصرف والأربع سنوات أنا كيف بتصرف وأنا عمد أحيان مثلا 35 سنة إيش ردت الفعل هادي هي ما هي مدناغمة فكل إنسان عنده بصيرة معينة أو استبصار يعرف مستوى النج اللي عنده وهل حقيقة أحتاج هل الطرف بيتضرر مني وإيش أقدر أكسب لكن لو تبغاني أجاوبك جواب حقيقي أنا أشوف الشخص يسوي ذا شي عشان نفسه مو عشان الطرف الآخر أنا لما أروح لعلاج نفسي وأحسن نفسي وأصلح من نفسي ترى أنا أولى بنفسي أنا لي بعيش مع نفسي طول الوقت فأنا مرة أستغل المحدد أشان زوجي ولا عشان خطيبي طب وإنتي أنت عادي تعيش بداء الألم وهذه يصب مرة تانية في صدمة نفسية يعني أنا ما أشوف نفسي أستحق أصلا الطرف الثاني يمكن يستحق المحرام طيب طب وإنتي فأنا أشوف بالعاكسة السؤال استزازي بالنسبة لي المفضل أنت تكوني أنت أو أنت تشتغل على نفسك مو عشان أي أحد تاني عشان أنا يمكن هي في العلاقة تبين أكثر يعني ممكن لسان قادر على تحمل نفسه أو تسامح مع نفسه أكثر بس لما يجي طرف ثاني فيعني أحتاج أنك تكون متزن هي حقيقة لو أنا كنت حقيقة أحب نفسي بطريقة عميقة صحية وفيها نج وعي حصلح نفسي بغض النظر سواء عندي شريك أو ما عندي شريك سواء عندي مثلا أحد في حياتي أم أو أب أو أي أحد أو لا لأن أنا أشوف أن أعيش مع دل الإنسان مدى الحياة اللي هي أنا في دائما هنا يجي نقاش الفحص النفسي قبل الزواج ما أشوفت شخص مختص يقول يدعم الفكرة بس ألك هل تدعمي فكرة أن يكون فيه فحص نفسي ملزم قبل الزواج زي فحص الدم يعني أنا أحس بصراحة موضوع شائق جدا لأن أنا ما طلعت حقيقة على الاختبارات والليلأشياء وكيف لكن أنا مع تفعيل الدورات قبل الزواج أنها تكون مثلا إلزامية أو مثلا يكون فيه أعمار محددة أو أن يكون مثلا أنا عندي مثلا ساعات معينة سويتها عشان أرفع من وعي النفسي في كثير أشخاص ما يكون أصلا يعرفوا أنه عندنا أمراض نفسية ويدخلوا في العلاقة ويكتشفوا هذا الشيء طب أنا ما كنت أعرف أنا مثلا كان عندي عميل عنده وسواس قهري شديد طول حياة وما كان يحدث وسواس قهري لما أنا أقلت طب هذي وسواس قهري قلت منجد ما كان ما أمر أحد قل لي كانت تجي صور متكررا ومثلا داعس أحد أو مثلا تجي صور مثلا لا إرادية مثلا أنه بطعا أحد طب هما ومنجد ما أمره يعرف أنه هذا مرض نفسي كنت علي فهو كان يحس في وسواس قهري أن أنا مثلا أغسل يدي عشرين مرة فبعد فترة لما هو حس في شيء مو مصبوط ولجأ وجاء طب في ناس ما يعرفه فالفحص النفسي قد يساعد لكن أمات أنه مو مرة عندي طلاع عميق لشأ أقدر أديك جواب كافي جميل الأطباء النفسيين أو الخصائين كيف أثر عليك شخصيا وصدمات صدمات صدمات حتى مجالك شوي صعب خليني كده أجابك جواب يعني علمي وأقولك شوية شيء شخصي من العيادة أول حاجة كيف المعالج يشعر في الغرفة العلاجية كيف أنا أشعر كمعالج نفسي كيف أفصل بين ألم العميل وألمي في هذه الحياة كل إنسان أو كل معالج نفسي عنده مدرسة معينة يتبعها فمثلا في التدريب حقنا إحنا نفحص مشاعرنا إيش أشعر في ذيك اللحظة لما العميل مثلا وصف لي هذه المشكلة أنا أسأل وقت نفسي لما أحس نفسي شوية كده متنشنا أسأل وقت نفسي إيش بكده شدت هو إيش في الشكل ما قالها استفزتني أزعجتني فواعي ونطج العميل وخبرته تلعب دور كثير والمعالج في الغرفة في شعوري أنا في شعوري هو فغالباً بشكل عام في مدارس نفسية تشجع أن المعالج النفسي يفحص شعوره داخل هذه الغرفة هذا شيء أول الشيء الثاني خبرة المعالج أنا مثلاً لما كنت في تورونتو قبل 11 سنة أو 10 سنوات موزي أنا الآن أقول كنت أصغر فقدرتي وخبرتي أقل لحين أنا بأسمع مرّة إشاء كثير أول كان لسه أقل فالتعرض حقي للمشاكل كان لسه محدود الآن صار أعلى بكثير من أول فالخبرة تزيد فتعطي شوية صلابة للشخص أنا صراحة أن أشوف المعالج النفسي إنسان في النهاية أنا ما أقدر أسلخ نفسي عن بشريتي أو عن إنسانيتي أنا إنسان في آخر هذا اليوم ففي بعض الأحيان يعني في قصص تأثر فيها بس هي ما تأثر في الديناميكية العلاج بس أنا أتأثر فيها كمعالج يعني أتعاطف أحزن أنا أتعاطف مع كل عملائي بس في بعض الأحيان قصص تمس شيء داخل فيها طبعا ممكن تكون القصة مرّة عابرة مرّة عابرة بس أنا تمس فيها بس أنا جانب حب جانب إحسان فتخليني أحس إنه في شيء كده جاني هذه حاجة بسي إيش تجربة تأميل أثرت عليك خارج الأياد كثير كيف تعملت معها بدون أسماء طبعا لا طبعا ما أقول أسماء وأنا أصل لما أجي أحكي قصة على الفكرة عن عميلة أغير مرة كثير فحتى الشخص ما هو يكون هو عنه مثلا هو ما هيعرف فمثلا لو كان أمثى أقول هو ذكر أغير في العمر أغير حتى في الصيغة كاملة عشان أنا كون أرتاحي يعني وأخذ راحتي في حاجة قبل ما أجاوبك عليها أنا مرة أذكر هذه القصة الشخصية حصلت معايا أنا قبل أربعة أشهر توفت عمتي الله يرحمها وهي إنسانة جدا قريبة مننا يعني هي تربت معانا ربتنا أشوفها أخت كبيرة وجاها سرطان وتوفت الله يرحمها المهل بس قبل ما أقول لك هي توفت هي فجأة جدا تعبد فأنا كنت بسوي ذاك اليوم ساشن أونلاين في المكتب عندي وبقى أسوي الجلسة وأنا أستخدم أوقات جوالي عشان أستخدم الشبكة في اللافتوب حق عشان أبغاها 5G وزي كده فلقيت إنه بنعت الساشن أنا كان وقتها أصدني ساعة عشر عشر الصباح والعميلة تستنى فترة طويلة لشان الموعد سلاقضون أربع شهور انتظار وبدأ الساشن كده مرة شكرا إن أنا شفتك أنا أول بستنى الجلسة هذه وسألي فترة من أول بستنى ومحتاجتها أو زي كده وخاص وبدأنا الجلسة طيب بعدها بدول ساعة أنا جوالي ما يوقف his notification وإنا ما أبغى أطلع الجوال أقول يمكن البيت يمكن ومرأة أحتاج أخاص أستنى شوية فتحت notification لقيت يعني تنبيه لقيت أختي كانت بلازم تجدها حين المستشفى إحنا في الطوارئ بيسوولها إنعاش نحتاجكم لحين كلكم تجي يقول الدكتور أنا ما أقدر أنسى شعوري إنه العميل بتقولي أو بيقولي في ديك اللحظة القصة أنا مرة مركزة معاه وفي نفس الوقت أنا عافدة إيسان أظنه بيموت وأحتاج إني أكفل الجلسة الآن وعملاء دائما يلي بيبكي طبعا هو في نهاية جلسة نفسية اللي هو حاكم بيضحك مثلا ما قدر قلقوا أسفعي مع السلامة ترى سوري كلموني يا أهلي أبا أقفل أنا وقتها ماني قادر أفصل ماني قادر مخي ما بيوقف وفي نفس الوقت ما أبا الشخص العميل يشعر نقطة إن أنا ماني مركزة معاه فكان عندي مرة صراعة داخل لو أنت جيد سأتسلم أنت شكو كنت بتشعري أقول لك أنا ما عارف أنك أشعر أقسم بله ما أنا عارف أقول بله أشعر بايستويتي في هذا الحال سمعت دكتور رهيبة في السيب أنا رهيبة مع بعض في المكتب فأنا قلت لبستكي طلعت قلت هيبة أسمعي هيبة تعرف أشياء كثيرة عني قلت هيبة أسمعي أحمد في العناية أنا مرة مرة خايفة ماني قادرة قد يقفل دحين السيشن ما حين فقط تكملي أنا بكل بساطة أخذي كملتي السيشن أنا أخذت اللابتوب معايا قلت أنا ليلة الآن ماني مستوعبة أني سويت كده أنا لو أحد جاء سألني سلمة معقول هي بقاتلي الجواب وقفي ما قدرت أوقف أخذت اللابتوب إليه ناصل سيار نزلت الدرج كملت السيشن في السيارة وانا سايقة وإيواء أبقت تخيل التناقض اللي حصل في ديك اللحظة ما عرفت أفصل بين شعورك إنسان وبين شعورك معالج بين شعور أنه هذا الإنسان يحتاج دعم مني وقل لي أنا من أول بسن الموعد وما أبقى أخذله وبين شعوري أنا أني ما أبقى أفوت اللحظات هذه الأخيرة حق هذا الإنسان فيم تقصتي فكان حينتي مرة صراع غريب فأنا وقلت ما أقدر أسلخ نفسي كإنسان أبداً أبداً مستحيل مستحيل هذا ما يحصل فأنا دائماً أذكر نفسي ببشرية أنا في نهاية إنسان في أحياناً أطايق أشعر أحس وهذا جزء يمكن من وعي وهذا الشيء لأنا يخليه دائماً يكون عندي مشرف للحالة يعني أنا عندي المشرف حقي من كندا يشرف على حالاتي أسبوعي وأسبول أسوي معاه جلسة متناقش في الأشياء الحالات المزعجة أنا إيش حسيت طب هذا تصرفت فيه صح ولا لا فحتى لما قلت له تقوله أنا ما عارت لكي أسويت هو يقولي سلمة ما في ردة فعل طبيعية لموقف غير طبيعي أنت ما عارف تتصرفي فأنا لمت نفسي طب كان يمديني أقول مع السلامة أقفل لابتوق مرة سهل بس ما جتني القدرة وما عارف كيف ما جتني القدرة معيني أنا مثلا معاجزة اللي عايشت أنا أقوله حسن أقوله بس محب الحوائل طبعا توقفي لكن ما ضبطت وحتى لما دخلت اللاتب في يدي قفلت السيشن ودخلت على الطوار ولا دم في يدي وحطت الأشياء وعشت وفصلت صرت سلمة اللي هي إنسانة اللي تشوف تودع إنسان لآخر مرة في حياة ما حتشوفه مرة تانية بس في هذه اللحظات أنا أحيص صعب علي إن أفصل مئة بالمئة الله يرحمه يا رب هل يعني أحيانا أن المبالغة في الرعاية زي اللي سوتي في هذا الموقف يضر المعالج وعميله اللي تبقى تساعدي اللي تبقى تنقذي اللي ألا المبالغة في الرعاية تسوي حرق يعني أنا أتذكر أنا كل فترة وفترة أبدأ أحس إنه أنا مر عندي حرق وظيفي عالي وهذا جزء صراحة دائما يخلي إنه أنا أبغل مشرف يقول لي أسمعي سلمة ترى أهدي شوية أنت مرة داعسة زيادة أنا أوقات ما أنتبه إنه أنا مرة أكون داعسة فعشان كده شعور المشرف الموجود ينبهني وهذا جزء من المواطن الضعف اللي عندي عشان كده أحاول أستخدم هذه الأشياء العلمية وأطور نفسي علميا عشان أكون أنا واعية أنا وصلت للمرحلة أنا مثلا فيه أوقات أحس إيه أنا مرة ببالغ ليش مثلا أنا أحتاج مثلا أنه عميلي عنده حارة طوارئ اللي لازم بروح الطوارئ ترك فايا إنه أنا بس ببلغ الأهل بس فيه أوقات صح شعور المسؤولية مرة يكون وارتفع فأرجع مرة تانية يعني أهدي هذا الشعور عندي إذا أسلمه هذا خارج نطاق مسؤوليتك الطوارئ كيف طوارئ؟ يعني مثلا في بعض الأحيان بعض العملاء مثلا ممكن تأخذ جرعة زايدة ومحاولة انتحار مثلا أخذت مثلا 24 حبة بنادول 25 حبة مدريمين جرح نفسي جرح مرة عميق تكون صغيرة أهلا مثلا ما هم فيه فلو راحت المستشفى يعني جيني شعور المسؤولية مع أنه نجي تسألتني سلمة أنت هل أخلاقين في أحد عيجي يسألك؟ لا بس ما أعرف أوقات الشعور أنه ما ما أبأخذ لهذا الإنسان كيف؟ بس في بعض الأحيان أحس لا لا سلمة استني أرجعي مرة تانية ترى هذا خارج أوقات عملك ما تحتاج تسوي هذا الشي بس كيف تعملي مع هذه الحالات الشديدة جدا اللي أحيانا تنتهي أستمح الله بانتحار وغيره صراحة موضوع ثقيل جدا وصعب جدا بشكل حال مصابين الاكتئاب أو بعض الأحيان اللي يحاولوا مثلا يؤذوا نفسهم أو يحاولوا ينتحروا يعانوا معاناة شديدة جدا أنا يائس جدا من هذه الحياة وما عندي وسيلة أفضل من كده يعني أنا أقدر أسويه غير يعني مثلا أتخلص من نفسي ومن يعارف كيف أتصرف ما هي سهلة وحرجع أقول لك ما هي سهلة لا على العميل نفسه ولا على المعالج لكن في النهاية أنا هسددوا حقارب في طبيب نفسي يساعدني في مثلا أهل يدخلوا في أنا أعلمهم أشياء الطرق لهم يقدروا يسووها كيف إحنا نسوي وقاية من هذه الأفقار في أشياء تخرج عن السيطرة لكن المساعدة طلب المساعدة والعلاج النفسي والدعم النفسي مرة يأثر في هذه الأشياء إيجابيا جميل ليه يطول العلاج النفسيين دائما أسمع المعالجين النفسيين يقولون أنه جلسة جلستين ثلاثة ما تكفي لازم عدد أكبر من الجلسات فليه يطول العلاج النفسيين يعني أنا حجابك أول شيء جاوب شوية فقاهبين حقولك الجواب الحقيقي دائما مثلا الناس تبغى أني أنا أحل كلك لاكاية الطفولة اللي هي سنة 30 سنة بتعاني منها بجلسة وحدة كيف؟ طب أنا أشوفك خلال 50 دقيقة إلى ساعة ما عندي عصاية سحرية تحت الطاولة أطلعها وأقول أبرك أدابر وأخلص الموضوع ترى لو كان بيدي كان أنا برضو وديت نفسي دي العصاية وأخلصنا كلنا فالفكرة التجارة السريعة دي فكسمي زبطيني أنا جبت لك بنتي بسرعة أخلصي هذا مره مفهوم تجاري بحت ترى إحنا منغوص في أعماق النفس أنا بأصلح يعني موحب بقول كلمة أصلح بس إحنا بنشتغل على منظومة كاملة أفكار محيط أسري مدرسي نفسيتك أمراضك أهلك وراثتك طريقة تقبلك للعالم كل دي أشياء أبعاد مره بعيدة جلسة جلستين نحن نضحك على بعض لكن الاستثمار في الذات دايما للناس يسترخص فيه لأنها تحس أنه إيش يبغاله أنت إيش هتسوي إيه ما ستفضلك أنا راح أكلم صحبتي طب يا نتفضلي كلمة صحبتي مثلاً يعني جزء من الاستفزاز يعني لكن يعني عمق الرحلة النفسية والدخول للذات وأنك تبحر في هذه الأعماق وتفهم مخاوفك علامك وتشتغل عليها لا طب فينا سواء سنوات بس ينمين فكرة شخصاً مونة تجيني كل أسبوع أنا عملاء ما يجيني كل أسبوع غير لوحات مرة شديدة أنا فأنا يجيني ورها في الشهر فمثلاً خلال السنة 12 جلسة ممتاز أغلب اللسانت النفسية تأخذ من 12 جلسة إلى 20 جلسة شكراً مرة خلصنا ممكن سنوياً ممكن على مرة سنتين حالة كاملة 12 إلى 20 لكن في ناس ما عندهم هادي الأريحية في الحياة أنا ما عندي مكان آمن أتكلم معاه أنا ما عندي هادي الشيء اللي أقدر أفتح قلبي وأحكي كل آلامي ومصايبي وأخشناتي والشيء السيئة لأنها سويتها ومثلاً أحسن صراحة كرسي الاعتراف تأخذ الشعور تلف زوان يحطوا ذاك الستارة وأنا سويتها أنا واته لاحظت زي كده يعني لكن الشخص يحتاج وأنت بالضبط زي كده نعم بالضبط زي كده بس ما في الستارة هو كده فأنا أقصد في بعض الأحيان ما أشوف العلاج النفسي رفاهية أنا أشوف شيء لازم لهذا الشخص يحتاجه لكن أغلب الأشخاص يحسوا هي رفاهية أنت بتسويها يعني كشخة ترند لا طبعاً هي ميزة كده عاق كبير أمام العلاج النفسي الأفراد طيب مرة جيت لنقطة مرة مهمة وموضوع حساس جداً وشائق جداً أول حاجة نرجع شوي لنقطة ورا الثقافة الاستهلاكية مرة مزعجة دائماً الناس تبغى شيء محسوس آخر ممكن نشتري بلوزة بـ 400 بس أتفاعلك أنت جلسة تساعديني فيها مستحيل فأغلب الأحيان أصلاً الثقافة هي استهلاكية بحدها أبو أشوف الشيء ملموس وهذا عكس العلاج النفسي تماماً العلاج النفسي يبان أثره بعد فترة طويلة ما عنده مانعي الشخص يروح يتعشه وما طعم غالي ويدفع ده المبلغ بس مستحيل يدفعها مثل جلسة نفسية أنا ده المفهوم مر يضايقني كيف؟ كيف أنت ما تستثمر في ذاتك اللي هو أغلى ما تملك حقلك فكرك هذا الشيء لحالك تنتج هذا قيمتك كلها هنا تهمتك أسطي؟ فالثقافة السطحية مرة تخلي العائد وكل شيء بمقابل هذه النقطة الأولى النقطة الثانية الناس ما تشوف ما وراء الأشياء إيش يعني؟ هل أنت مثلاً ممكن تروح لطبيب قنف أذن وحنجرة تدفع له 400 ريال يقول ماك 5 دقائق يفحصك وتطلع وتشف أنه عادي تسوي عليه بس معالج نفسي يسمعك مثلاً 50 دقيقة تكرر لكل مآسي العالم من تحارشات لآلم نفسية الأهلك يفلطة شوك وضربوك التفصيلة ممل وانت تتحمل ايش فيها فطفة طلو بس ما كان يسوى لا فحينتنا مرة إشغالية في نظرتنا للأمور انت تشوف ده يسوى وده ما يسوى معلاته انت أصلاً وجهة صرفك في الحياة تحتاج إعادة ترتيب أولويات رح أرجع لك مرة تانية انت تحين مثلاً ساعة المهندس كم؟ ولا ساعة الجرافيك ديزيناينر كم؟ ولا ساعة المحامي والاستشاري المالي كم؟ كلها لها قيمة مالية معينة الماجستير في كندا بعد ما يخلص ماجستير الشخص ويبدأ عنده مثلاً تكون خبرة 200 دولار عند فعله المعالج النفسي 200 دولار وحتى اللي عنده PHD مو مرة يفرق بين عنده دكتوراه بين اللي عنده ماجستير ودكتوراه تفرق بس 40 دولار يعني معنا من أمريكا بس يعني أنفو ذلك حنجر ما بخبسمية 150-200 متوقع هذا عشان عندك تأمين بس أنت وهاية تأمين مرة مهمة نحن ما نريد أن تأمينات تتغطينا في متحلية بس هو ليب ليب 500 طيب حرج عليك مرة تانية أول حاجة هذا الإنسان أنت لازم تشوفه أنه يشتغل على نفسه ترس أربع سنوات باكاليريوس بعدين أخذت سنتين إلى سنتين مصم ماجستير أو خلص الدكتوراه أربع سنوات بعدها ثم إلى ذلك عنده تدريب مستمر يسموه أنا سنويا أتفع ما يقارب من 50 إلى 70 ألف ريال على تعليم المستمر إذا أنا بقولك المشرف حقي 338 دولار في 50 دقيقة بتفعله أسبوع إيوه أسبوع لا بضرب هذه أنت على مدار السنة هذه غير الأنشطة التعليمية المستمرة طب لما أنا مثلا بأسافر أمريكا أحضر مؤتمر طب كم بأتفع وانزل في أوتيل فهذه يسموه الهيدن فيز اللي هو العمير لما يجي العيادة ما يشوفها فهمت علي طب خبرتي أنا ما تعني لك حاجة مثلا طب أنا بأختصر أوقات سنوات للشخص بخبرتي فهمت علي بس هذا العمير برضو ما يشوفها في بعض الأحيان لما ما يكون مثلا عنده وعي أديك مثال مثلا أنا أتذكر جتني عميلا راحت لأشباه متخصصين خينا حطها بيط الطريقة عشان منزع الأناس معينين فراحت لأربع أشخاص وأنا رقم خمسة فلما خلصنا الجلسة قلت لي سلمة مرة فرق معايا قلت أنا ما روحت لداء ولا داء ولا داء وجيتك ومتحن في نفسي لو رحت لأ معالج نفسي تاني برضو زي شهادة دي كان برضو حيساعدها بس أكصد أنت أوقات تنظر للقيمة طب في شيء ما وراء القيمة أنا بشتغل على نفسي أنا بطور في نفسي أنا عندي موش فيساعدني في أشياء مرة كثير غير هذا الشيء فإذا أنت تبقى تنظر نفسك مرة استرخاصة وما يسوى طب يحتاج ترتب أولوياتك في الحياة دي خاطة بس في نقطة خين أقولك عليها أنا عارفة إحنا حتى تعجمني بعضها أنا مثلا أنا مثلا في بعض الأحيان يجي العمين يجي يقول لي وهذه الشيء أنا مرة أقدره سلمة أنا ما أقدر أدفع بسهو أستمر معاك أنا عندي عملة يدفع وخمسين ريال ما يقدر يدفع أكتر من كده طب أنا أول متأكدة إنه ما يقدر يدفع أكتر من كده وأخلي يدفع الخمسيناتي عندي عميل يدفع مية وخمسين أو عميلة ما عندي مشكلة لكن تجد تثبيت لي إنه ما قد تدفع أنت ما تقدر تفرض حياة كريمة عليك أنت ما تفرض عليك كمان حياة كريمة أنت ما تشوفي طب إنسان في آخر اليوم أحتاج أنا مثلا أطور من نفسي عندي بيتي عندي إحتياجاتي خاصة الوظيفة المعالج النفسي هي ما هي هي ما هي وظيفة يعني إنسانية بحتة تريد وظيفة في آخر اليوم كمان فهي مصدر رزق لي أنا أنت بتجحفني لما تقولي تما يسوى عليك بس أنت تسوى على المطعم مثلا وأن تسوى على الشنطة دي طب أنا مليئ إنسان في آخر اليوم أحتاج مثلا هذه حاجة أنا حاسة كده دف هجمت مرة واحدة يعني مدتك فرصة يعني أنا ما قعد هادفك ترابد بس أنا خاصة تخلينا تغذيك ونتعش بي فحاجة تانية كمان اللي أنا برضو أفكر فيها وقالت في العلاج النفسي فيه لما يجي العميل يقولي أسلم أنا ما أقدر أدفع فيه حاجة اسم أنت لازم تثبت أنك ما تقدر تدفع كمان فمثلا يرسل مثلا من ناجز ولا هذا أوراق مثلا راتبه البيت إيجار ولا ملك وهذه الأشياء ومنها نسأل حاجة اسمها سلايدنج سكيل إنه إيش المإقدار اللي فعليا حيكون يقدر هو يدفع بطريقة صحية منهم هو ما يضرر كمان بس طرح أنا عندي إيجارات كونه لازم أدفعها طب لو أولا كل واحد سوات له مية طب هذا المكتب كيف حفك النمو في آخر اليوم مين حسد الفواتير فأنا لازم كونه أكون مواقعية ترى مو سهل على المعالج النفس يقول ذلك الكلام لأن في بعض الأحيان كثير ناس يعني تحسسنا أنه إحنا مرة ناس استغلالين نعيش على ألام الآخرين طب بس هذا شيء مو حقيقي يعني زي المحامي مثلا اللي يعيش على المساكل القانونية للناس اللي معرض أن ينسجن فهو يدفع بس هي ما هي حقيقة مرة بهذه الطريقة يعني أديك مثال أي قصي زيكم زي كل المحترفين الآخرين بس أنتوا لأنكم أقرب للإنسان والمشاعر وكذا فعليكم هذا التركيب بس أنا أنصد فيه فرق بين العمل الوظيفة اللي تميل للإنسانية وفيه فرق بين العمل التطوعي أنا مثلا كنت أشتغل مع لاجئين حروب ما أخذوا لا ريال منهم وظيفتي تطوعيا أطوع بوقتي بجهدي بكل حاجة بس هذا اسمه عمل تطوعي فهمت حاليا هذه ما هي وظيفة تعطيني رائد أو عائد مالي في آخر اليوم جميل واضح خلاص شكرا حاضر سمحناك أو برسلكم ناجز حقيقي كشف حساب ونقيم ونشوفه طيب قلت أشباه متخصصين وهذا أيضا مشكلة لمن الناس تبحث عن خصائي نفسيين فكيف أنا أفرق بين أشباه المتخصصين وبين أنا أذكر مرة فيه واحد مرة أعميل طلب مني السي في حقي والشهادات قيل أنا مرت مقلب كثير وسمحتي أبغى أبغى أشوف وصراحة صراحة الغري في الموضوع إن أنا وافقت قلت طيب أوكي إذا هذا الشيح يطمنك قلت له أرسلت السي في وخليته يشوف وأنا مرة ضحقني صراحة عايز بتطلبي ناجز من الناس وكثير السي في الحين لا بس أقصد الفكرة نفسها فيه واحدة بيطمن في نهاية فمن حق الشخص يسأل إيش إيش النقدانشلس حقتك درستي فان هل عندك رخصة ولا ما عندك رخصة هل انت تابعة لشي رسمي ولا جاة رسمية هل النظرية النفسية تستخدمها مثبتة علمياً ولا ما هي مثبتة علمياً لأنه الشخص ما بيجيك بيجيك حقيقة يبغى يستفيد أنا من يجي بس أتكلم أنا أبغى أتكلم وأبغى أستفيد منك لو ما حنستفيد لش أجيكي خلوس ما يحتاج وقتها فأفت يعني تعززي هذا الفعل أنا نحس أنه منطقي إذا بأخذ جدا منطقي جدا إذا بدفع مقابل خدمة فأشوف موحيلات الشخص طب تعرف موحيلاته وتبتسأل أشياء وتبتعرف إيش تخصصه طب في بعض الحين واحد يجينه ما هو عرف تخصصه إيش طب هذي مصيبة تانية إيش الموحيلات اللي إذا شفتها أتطمن؟ الرخصة حقتك الرخصة حقتك إنت مثلا تتابع التخصصات الصحية ولا لا؟ هل أنت مثلا حاصل على شهاد بكالوريوس وماجستير في العلاج النفسي؟ هل أنت مثلا عندك إشراف؟ هل أنت عندك تدريب معين؟ إيش تخصصك؟ إيش الجامعة لأنت ما تخرج منها؟ الرخصة هذي إيش رخصة زي حقتل طبع؟ أي وهي التخصصات الصحية أو مثلا التنمية الاجتماعية هذه هي الأشياء التي تعطيك أهلية أنك تكون معالجة إذا شخص ما عنده رخصة يعني توصيتك ما نروح له أبدا؟ إن قصي هذا أقل شي مطلوب من المعالجة أقل شي مطلوب أن نكون عنده رخصة فلازم عنده رخصة فلازم نكون عنده رخصة أيوة في نقطة عشان بس ما أبو أنساها تابعة الأشخاص بس ما يقدروا في تطبيقات تردحين أسعارها مرة كوية زي مثلا تطبيق لبي أو تهون وعندهم هذه الخدمات بأسعار معقولة جدا وفي مثلا في بعض الأحيان الجامعات والمدارس عندهم معالجين نفسيين أو مثلا خصائي اجتماعيين ببلاش جمعة هذا المكان حتى مثلا أوقات لما أنا جيني مثلا طالبة من جامعة وليس تتفعيلي وروحي للمعالجة اللي عندك وببلاش والله ما هي ما بتقولي أنا أقولها تطوعا من نفسي عشان أحس طب استفيدي من دي الخدمة فهمت علي وشعور الأمانة أحس طب إذا عندي الخدمة ببلاش ليش تتفعي لها صراحة ويمكن اللي في الجامعة يعني فاهم الأسياق ومشاكلها كمان ممكن جدا وممكن تكون إنسانا مؤهل وتقدر تساعدها إيش الأشياء اللي إذا شفتها في معالجة نفسية أتجنبه سواء في السي في أو في المعارسات مشكلة إيش أشياء لو شفتها في المعاناة للنفسية أتجنبه إيش يعني أنت كنتي المدارس النفسية يعني هذا كلام ترى كبير علينا أشوف إيش المدارس النفسية اللي تبع يعني مثلا يعني مثلا تبع تدور على مدرسة مثبت علميا فإنت مثلا لو تعاني من قلق أنا مثلا متخصصة في العلاج السلوك المعاريفي هو من أكثر نظريات النفسية مثلا مدرس ويعتبر علميا فهمت علي يعني قائمة الدراسات تثبت أنه هذه الطريقة لو سلما استخدمتها مع دل الإنسان حرفيا حتصبط معها هذا النوع من أنواع الحوار هيرفع نوج من دل الإنسان فهذه من المدارس في مدارس مثلا تاني تطبيقية برضو نفس الشيء فهو لازم الشخص قاني يبحث أنا أشوف أنه رحلة العلاج النفسي أنت لازم ترى شوية تسوي اللي عليك يعني هي اعتبرها شوبين أنت تشتري إيش في وشك كده وتمشي لا تشتاج توقف وحقيقة تسعة وتشوف إيش ناسبك وإيش ما يناسبك ولو ما ناسبك روح للمحل تاني وهكذا هل في مدارس مشهورة يعني زائفة أو ما تعد للعلاج تحسي الناس كاعدة تروح لها إيوة في خذي راحتك أدري أن أنت ما تحبت مرة ما بأخذ راحتك مرة ما بأخذ راحتك أفدا جدا أعطينا اللي في بالك يعني ما راح يعني مثلا في بعض الأحيان دي خذي راحتك جدا أعاد يعني مثلا في بعض الأحيان مثلا زي الطاقة هذه أشياء غير مثبتة علميا أو مثلا العلاج بالموية والملح مرة غريب خط الزمن هذه الأشياء كلها ما لها مصدر علمي أنا أتذكر حتى لما قالت للعميل ما بالفضول سألتها كم تتفاعلت لأربعمائة وخمسين أنا انجلط طيب تكلمتي قالت لي لا قلت طيب إيش سواتي قالت لي قلت لي حط يديك حطي طاشط موية في ملح واجلسي واسترجع كل الذكريات طيب طيب هي فين كانت قال لي هي في بيتها تشبق خط معايا على الزمن طبعا أنا خفت قلت يا لهوي هو معقولة حاصلة دي درجة طف من جد وأنا كان لما أقول له قلت مثلا للعميل لا أكثر مرة ما ينفع يبدو يحز دي حتى نحن نقول لا فتقول بي أنت عشان تشكلك بتخري بسوقهم فأنا أتحفظ صراحة بالإجابة بشكل عام فأنا دائماً وحي العميل اقرأ عن هذا الموضوع أكثر شوفي زي موثمت علمياً اسأل شخص راح واستفاد منه هل فرق معاك ولا ما فرق معاك طاقة أبداً ما تعمني فيها كعائلات نفسية أنا أومن كل يسان عنده الطاقة بس ما أظن الطاقة يعني أشوفها بالطريقة اللي هم أشوفهم الهالات والمدرية هذة يعني أتحاطف بالإجابة بس مو مرة صراحة أنا أذكر مرة عميلة عندي جات كان عندي صبارة صغيرة فقالت لي سلما بس بس ممكن تشير الصبار لأنها تفقع الهالة حقتك قلت إنتي شفتي هالتي خفت الشي إيش بتقول فهمت علي فهو عالم عالم قد يكون غريب ما أعرف بس يعني أنا أميل لأنني أنا أفضل للإشياء اللي هي تكون فيها إثبات علمي عشان آلام الآخرين عشان حقيقة أن داشت الشخص بيجيك بطريقة مرة هو متضرد فأنت تحتاج تأخذ بيده في ناس يعني يمكن ينبصوا على دي الأشياء أو شفوها مفيدة لهم لكن في النهاية أنا أحسر الواحد ينجي هذا الشي شميل هذا طريق الأشياء ليش تأميني للآن مع والله نحتاج تسألهم إحنا كلنا منزل دا السؤال في بعض الشركات تغطي هذا الشي في المستشفات الخاصة الطبيب النفسي يغطى أكثر بعض الأماكن ممكن تأمين يتفعل لكن أغلبها لا عشان قد يكون مكلف قد يكون لهم أغراض خاصة والله أنا ما أعرف أو نوع بيطوروا منهجيتها لكن حقيقة هذا مرة يفرق للعميل في خطة علاجه إنه يشعر إنه يعني عنده دعم بتأمينه يساعده إنه يقدر يطلب المساعدة كفل لشكل النموذجي اللي تشوفيه للمجتمع في التعامل مع العافية نفسية عموما كذلك الأمل حقيك تقولي أتمنى يكون كذلك نظرتي؟ نظرتك الحالمة والله صعب صراحة أنا أمانة يعني صرت حاسة أنه يعني أنا إذا قلت لك سر لي عشر سنوات بشتغل معالج نفسي مرة فارق من يوم ما بدأت أنا إلينا الآن كيف الأشخاص إقبالهم على اليادة النفسية كيف وعي المجتمع حقيقة يعني في كثير مثلا عمنا أول معانا جيت كانوا أكثر شي مثلا رح للشيخ الفلاني رح للمدرمين الفلاني دي حين لا سنتقدر أسمع ترى أنا برقي نفسي لكن برضو رح للطبيبة واخده وجيتك أنت فصار في شوية وعي في وصمة عار مهما كان موجود أنا أنت إنسان مثلا أنت طبيعي مجنون أنت عندك مرة إشكالية لكن لو سألتني إيش أتمنى أتمنى أول شي مرة تخف وصمة العار هادي تركوا لنا نمر بأزمات في الحياة وهذا الشي ترموه بيد الشخص الشي الثاني المرض النفسي لما أنا أحط له وصمة مرة يأخر خطوتي في العلاج مرة يأخرني أكون فعالة في هذا المجتمع فكل ما تقبلتني ساعدتني أخذ في يدي تحملتني كل ما أنا يعني حكون متصالحة أكثر وأفضل أكثر وفعافي أكثر أتمنى مثلا زي شركات التأمين تغطينا أتمنى أنه الأهالي يشاركون في خطة العلاج كثير عملاء ما يقول الأهاليهم لأنه أحدهم يكون ناس كويسين وكل حاجة بس ما أضع أهالي يعرفون مع العلم أنه في كثير أهالي يدعموا أولادهم وبناتهم يجوا على العلاج ويدفعوا لهم وبالعكس تابعوا الجلسات وكل حاجة لكن أتمنى أنه يكون في تسامح أكثر أنه ترى عادي لو رحت من دم الأهالي يدعموا لسا ما خلصت أنت النسبة تروح لسا ما رأى كوين لسا بتسفعلها في هذه النقطة فأحس كلما الشخص حقيقة تصالح مع هذا الجانب كلما خففنا الشركات تقدر تدعم الصحة النفسية الموظفين يحتاجوا لدعم وفي كثير على هذه الدراسات أنه كلما أنت دعمت الصحة النفسية كلما زاد لأداء الوظيفي حق الطالب أو حق الموظف وهكذا وهذا كلما ينعكس على جيل صحي جدا متوازن يقدر يوافق بأذن الأمور فيكون عنده عافية نفسية جميل شكرا شكرا مرة لدك العافية الله يتكرى عافية لقاء صراحة جميل ولو أنه في بعض الأشياء الصعبة لكن نتمنى للجميع إن شاء الله عافية نفسية وتخلص من صدمة نفسية تبعاتك آمين آمين يا رب شكرا لك شكرا لكم وشكرا لفريق مربع العظيم عمل على هذه الحلقة أدل الكلم العدواني وفنان العصراني في الإعداد في التصوير نايف شار في التحرير ريان بكيل وجميل عبد الأحد في التسجيل الصوتي خلود حلبي والهنس الصوتية يوسف براهيم في الانتاج أيمن خالد ورزاند هيثم في رمضان صباحا ومساء فيعطيهم العافية جميعا وإلى أن نلقاكم الأسبوع المقبل وإبن الله كونو بريد